مية علاوي عم بقرأ اسمك بعرف مية بس مش مية علاوي مين مية؟ مين انت مية؟ اي اي غير مية لا انه بعرف انت اسمك مية اه صح علاوي بس مشهورة بمية صح شو اخباريك؟ انا ميحة اتفاجأت شفت على الانستجرام حاطة هيك يا التايتل بنت السرلانكية تعرف قدر بيصلني هيدا الكومنت انه تستحل حاطة هيدا الشي تقرأ بقتنش مفكروني انه حاطة الاسم لحتى العالم تشوفني انه انا بنت السرلانكية بس هيدا اسم سيريز عم نكتبوي اللي هو عن نصة حقيقتي فبسيكلي that's it مشي نيك استعملتيا بس هاي الكلمة على طول مستعملة بلبنان يعني بتستعمل بطريقة غريبة صراحة انه حتى مسلا بيكون في بنتين اذا الام بتحب بنت اكتر من التانية فبتروح بتقلها شو انا بنت سرلانكية عجدا بتحكي مثل هاي البطة السودة مثل البطة السودة يس فهي كلمة سرلانكية ده هي نمطية بلبنان يعني عن قصد او غير قصد بس انه اللي هيكي المجتمع انه تعود وللأسف يعني بيستعملوا الكلمة انه بتعبر عن انه الميد او خادمة المنزل صار شي تشبيه يعني مثل ابيض مثل شق اللفت او مثلا عرفت صار انه مثل ما حط كلام عندنا نحن نقوله بطلنا نفهم شو المعنى السلبي من وراه صارنا نقوله مثل انه اه انت كتير حلبة اه بنت سرلانكية اه خلص يعني صار شي طبيعي مشان هيك المسلسلة عمي نقال انه لا منه شي طبيعي انك تجي تعيير حدا بهيدا الشي حتى لو كان اجابة او سلبة عايت له للشخص باسمه بيكون احسن صار راح مضبوط لا بس كلمة كلمة سرلانكية لما تستعمل وخصوصا باللبنان ما بعرف غير دول كمان يمكن عندهم من غير ناشناليتيز او من غير جنسيات كمان بتستعمل انه هاي الجنسية تعتبر هيك يعني عنا شي نمطي يعني ما بيقوله خادمة المنزل لانه ممكن تكون لبنانية خادمة المنزل شو ما يكون جنسيتها بيقوله عندي سرلانكية اي اي انه جبتي سرلانكية وعندك سرلانكية وبعطيه للسرلانكية وخلي السرلانكية مع انه سرلانكا يعني انا رحت لها يعني من اجمل بلاد العالم ايه لك انا بعد ما رحت مرحت ايه مع اولي اي بعد ما رحت طيب ميا أنا بدي تخبريني يعني طفولتك كيف عشت بهذه الأجواء بهذه النمطية اللي ممكن حسيت فيها أكيد أمك حسيت فيها أكتر منك أنت حسيت فيها بس طلعت بنت قوية وشاطرة خبريني قصة الماما لما نزلت على البنانك كمان نمطية أنه أنت هلأ لبنانية بس بنت ثرلانكية كمان في نمطية تانية أنه طيب كيف تجوز بيك تجوز أمك هل أنه كانت بتشتغل عنده ولا كانت يعني في أفكار نمطية موجودة عند المجتمع في سيناريوهات قد ما بدك بالنسبة لهذا الموضوع بس الفكرة أنه أبلشت لك صراحة طفولتي كانت بتعقيد بكل صراحة يعني كنا بأحلى مداريس أهلي كانوا كتير منح مع بعض كان في حب كنا بجو مان موجود في هيدا النمطية أنا ما كنت شوفها بس على كبر وقتها صرت إرجاع تذكر قصص كانت تصير لأ كانت موجودة كتير كانت موجودة بس لأمة أكتر من أنحنا بس وقتها كنا بلشنا يعني من العشر سنين متلوع صرت عم شوف صرت عم شوف وأسمع وحاسه وهولي كلهم عم يتخبوا جوا بالقلب وبالعالم بس يمكن أنت ما كنت تشوفيها أو أنت كنت صغيرة يمكن أنا كنت عاملة دينايل على فكرة مزبوط لأنه حتى في وقت كبير من عمري كنت مفكرة أنه نحنا تمام ونحنا رواق مثلنا مثل غيرنا بس طلع لا يعني كنت مفكرة أنه نحنا ما أنه شي غلط لأنه يمكن إما عملت لنا براينواش وعن شي نورمالايزد هيدا با حد تتكر عن هيدا الجو أكيد قالتكم لا هيدا عطا طبيعي أو شي أنا أوقات بعطبة شوي لأنه ما فرجتنا قدي العالم في شر أو مثلا في أزا عايز حسستنا أنه لا في أن روزك للوقت مثل ما هي ربتنا بس هذا الشي بشكرة على لأنه هي عم تجرب تحميك كانت فرجتني الشي المنيح بس كنت بتمنى لو كمان بقدر شوف شي الأبيح ممكن ما كنت بتتحمليه بوقتها لأنك صغيرة بس خبريني قصة أمك يعني أمك لما نزلت على لبنان نزلت ب كانت شو عم تشتغل؟ بالبيوت كانت عم تشتغل بالبيوت ايه كانت كانت وضلت لوقت طويل وصار لفترة قصيرة بس موقفة تكون صريحة معك يعني بعدها ولا هلأ يعني من فترة كتير قصيرة أمي لا وقفت تشتغل بالبيوت لأنه هيدا بباسيكلي أنه هيدا اللي بتعرفه غير بأنه هيدا اللي بتعرفه أنه هيدا شغل لا أكيد ليه بدي أنا أفكر أنه مثل أنت شو بتشتغل؟ أنت هلأ يو أرق أن أنكر عم تعمل بودكاست ليه هيدا نرمال؟ وإذا الواحد عم يشتغل بالبيوت هيدا الشي مش نرمال ليه هيدا الشي غلط؟ ليه ما بتعتبروه وظيفة؟ ليش لا؟ بالمجتمع في عرضوا طلب صح؟ في عالم بدي حدا يقدر يساعده بالبيت بغض النظر شو هو الموقف طبعهم أو شو هن ليش بدون حدا يساعدهم بالبيت؟ بريستيج ولا عن جد بدون حدا يساعدهم بالبيت؟ بس هيدا شغل بالأخير أنا كذا مرة من أنه صغيرة فكر أنه أوكي بعد كل الشهدات اللي عملتها عبالي أنه تنورماليز أنه هيدا شغل عادة لا بدي أخذ بطريقة بشعة لا بدي أقول لا بدي يكون شي بيخليني حس حالة دونية بيقلل من قيمة الشخص؟ لا لا هيدا شغل مش غلط هيدا شي أبدا مش غلط عالم بحاجة مثل النورس سوري النورس شغلة كتير دليكة كمانة يعني بتنظف بتشيكوش هيدا شي نفس الشي بس لأ أنه جنسية تانية وعندها شهدات فيها صارت أنه هيدا المهنة بدي أقول أنه مهنة بدي أشدد أنه مهنة صارت هيدا المهنة غلط؟ لا أو بدي أتعير فيها ليش؟ لا لا أبدا مش غلط نرجع لستك وجدك القديم كان هيدا رجال بيروح يفلح وعنده أرض والمرة بتنظف أو بتروح تشتغل الحدا بتطبخ له يعني كان عندنا العشة من لبنان إنه بروح واحد يطبخ بينظيف وهيدا المهنة بالأخير لا بدي فكرة شي أنه عم بتقللي من مستويه الاجتماعي إذا أنا هيدا هو مهنة مثل قبل كنا نقول أنه آه هيدا بيرقوس آه بيعامل ميكا Why not؟ عم بنتغير وعم نتطور وفي مهن ما عم بتروح منهم هيدا المهنة فإنه لاتس نورمالايز إتس جوب مظبوط بس مش بس كامل جوب إنه كمان ارتباطه بجنسية معين يعني أقول إن إحنا ربطناه وعملناه نمطي إنه خلاص هاي إيكول هاي يعني مش ضروري يعني ما فيه سفير سرلنكي ما فيه دكتور سرلنكي مية بالمية يعني فيه نسوين لبنانيات ومن عائلتي وبعرفهم وأهل رفعاتي فترات طروا يشتغلوا هيدا الشغل بس إذا بدك تحطهم حد بعد أنك تاخد طريق غلط بالحياة لتجمع مزاري أو تختار أدنى الأجور بمهن كتير بسيطة هيدا الشي بيرجع للإنسان على مبادئه فيه عالم راحته لبنانيات وشتغلوا بهيدا الشي فكمان بس ليش هوليك ما بيتعيروا إنهم عم يشتغلوا بالبيوت ليه هوليك أنه أنا روى لأنه فقراء بيقدروا يشتغلوا بالبيوت وهيدا الشي نرمال إنه برافو عليها ليه المرة السرلنكية أو أي جنسية مصرية أسيوبية شو ما تكون ليه بدأت تعير إنه بده ينحط على الجرح أنه أنت هيك لا ما عليه لا ما عليه فيه لبنانيات كتير بيشتغلوا فيه سرلنكيات فيه أسيوبيات إنه مش ضروري نرطبط نربط هيدا الشي بستايتس سوشيل ستايتس خلينا نكون صراحين نحط له راعة طالب مضبوط بس هو عم قلك للأسف إنه الارتباطه بالاسم بالاسم يعني متل ما متل ما أنت حطيت العنوان يمكن إنه مني أنا أنا بفتخر بها الشي وما عندي مشكلة فيه هيدا الأسوأ إنه تايتل عرفتي كيف بدك تجي تفرج العالم ليه عم بتشوفوه بس من هيدا طريقة تب ما شوفوه كيف أنا بشوفوه عزف بدك تنادي يلا حتى تفرجوه إنه هيدا الشي طبيعي هن براسهم وورا أكيد شي طبيعي بس وقتا يجوا يتطلعوا أو بدون يعايروك بشي بدون يوطوا من قيمتك أكيد بدون يستعملوا هيدا الشي أكيد أكيد بدون يستعملوا تعرضت له هالكلمات أنت بالمدرسة خبريني كيف كان كيف كانت حياتي كيف كان الوضع بكل صراحة لكنا بلشنا بمدارس خاصة برهبات البزانسون يعني ما كنا بمطرح عرضة للبوليينج للتنمر بالنسبة للجنسية وسأبنا إنه كنا عم نكون مع عالم مستويهم أعلى أكيد فإنه عن غير وعي كنا كانوا يرتبط هيدا الشي بهيدا الشي بس بالجامعة بس الولاد بالمدرسة يعني بطبيعتهم الولاد بيتمسخروا على إذا واحد ناصح شوي إذا واحد يمكن ما بيركت صح أو إذا ما بيعرف يحكيك يعني الولاد بيتنمروا على بعضهم كتير يعني للأسف أنا كنت مفكرة إنه أنا ما بحياتي أتعرض شي بالمدرسة كنت مفكرة إنه كانت حياتي بتعقد بالمدرسة لعمر عشر سنين بس أنا وعم بكتب بالقصة في كتير حقيقة أنا كنت مفكرتها هيدا حقيقة وهيدي القصة الصح أنا وعم بكتب توصل لمرحلة الفيلن الشرير بيقلب ليكون خير لأنه بتبطل كأنه أنت ما عم بتحكي قصتك عم ترجع لورا وتعيش اللي صار وعم بتشوفها من منظور أنت هلأ كشخص واعي ومتشور ناضج بتطلع هيك قول آه وف أنا كنت شايفها غلط تعرف شو صعبه؟ إنه هلأ بتشوفها غلط لأنه قبل ما كنت شوف هيدا الشي قبل كنت فكرة إنه أنا كتير شاطرة وعنجا كنا من الأشطر تلميزي ممكن هلقدم شدت عشي بس ما كنت شوف إنه كنا عم نتعرض أنا سباشيلي كنا عم نتعرض له للأساس يعني بتاع تقديد أنت كنت عم تعرضي بس كنت محمية نوعا ما براسك براسك أو تعامل بريار إنه هيدا بس إنه هيدا ما بيأثره عادة ويمكن أميك ساعدتك عهيدا الشي كأنه بتعرف شو عملت مثل رابانزل حطوها فوق بالقلعة لتحميها من كل شي بس هيدا الشي كان بس بالراس كان براينواش بس هيدا الشي كتير منيح لأنه خلتني بس شوف الشي حلو من الحياة كيف قدرت تعمل هيدا الشي يعني شو كانت تقلكم هل إنه مسلا جيت ولا عندها؟ إنه بيأ بيه هي وبيه اتناينتون اشتغلوا على هيدا الشي بايك موجود معكم لانه فترة معينة ترقوا عن بعضهم او تركوا بعضهم لالتينيج لفترة المراهقة يعني للعمر 17-18 يعني بتذكر انا خلصت ترمينال اهلي كانوا طلقين لما طلقوا اهلي كان سبب من الاسباب هو العامل الاجتماعي كمان بتحسي انه لا باي حدا كتير اجريه على الارض بغض النظر هو شو مبادئه بالحياة وكيف بيفكر التربية والزواج وكيف ربه ولاده وشو عامل مجهود لحتى بغض النظر اذا عامل ولا ما عامل مجهود اكيد هو ايا باي يعني انا هلأ صرت فيه احكي هيك قبل ما كانت فيه احكي هيك لانه هلأ صرت عم شوف من وجهة نظره هو شو كان عم بيفكر وشو كان عم بيحس كمان بس برجع انا وعم بكتب وعم فكر انه انت لاخدت قرار تحب وتنغرم بمرأة سرلنكية يلي بعارض اي مبدأ من مجتمعك ومن غير دين وكل هول انت زلمة جبار انت زلمة صاحب مبدأ وهذا الشي اتنين نتون اشتغلوا عليه بس اكيد الانفلونس كانت امي لانه فكر فيها امي اللي كانت عابلة تعمل عائلة لان امي لحالة هون ما عندها اهل امي ما عندها خي ما عندها سند كان بيه هو كل شي بحياته امي ما عندها حدا بحياته مفضل بيه ونحنا بيه بالشغل ونحنا على الارض فاكيد بدأت ترساملنا براسنا انه نحنا الاحسن نحنا الاحلى نحنا الاشتر هذا شي بيخلينا وقتا نوقعت وموقعتنا اقوى وقفت شغل لما لما تجوزت بيك ما وقفت شغل طب يعني كمان كانت يمكن الامور ظروف منا كتير بتساعد اللي حتى ما وقفت شغل اكيد اكيد لا لا ما بتذكر ولا مرة بيه وامة نينة ما كان عنده مشكلة بيك انه اخدها هيك لابده يغيرها من بعدين واذا مش قادر اكيد ما رح يقول لا 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 متل ما قالنا انه الشغل هاي مهنة شريفة وما فيها اي مشكلة بس المجتمع انه كتير اهل بيه نسوان اهل بيه بيشتغلوا بالبيوت كمان جاي من نفس الباكراوند الفقير جاي من نفس الباكراوند المادييته مش منيحة ما اقول فقير لانه ماخص ما بدي حطي كريتيره المساري بس هو عن جد هيك جاي من بيه من عشيرة 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 عرب نحنا من عشيرة نحنا من بيت علاوي اهل عرب بيه اخواته نحنا من العرب عم تفهم من وين من وين اصل بيه من هونيك بس ربيت وخلقت ببيروت بعدين اشفت اهل بيه انا ما كنت بعرف عمي تعرفت على عمومتي من ميلة بيه على عمر العشرة سنين يعني وقتنا نقلنا من بيروت على الشمال على انفه اهلية بيه جين من العرب فهيدا الشي كان طبيعا عندهم هيدا الشيء ابدا مش غلط وحتى وقتا كنا نروح المدرسة كان شيء طبيعي جدا وما كان يستحى فيه وحتى بعدين وقتا مديتنا كتير نقلنا عضايا وبيه بطل عم يشتغل لانه بتعرف فرق بين بيروت واهل الشمال اما صارت بقيت عم تشتغل بيه بطل بوقف رغلا ولما تركوا كان الاختلاف بس موضوع يمكن العائلة وموضوع الديني كان بيأسر يعني امك مسيحية وبيك مسلم لا وإيه هني تركوا بكل وضوح لانه كان فيه قرار انه قرار الطلاق لانه بيتجاوز تالت مرة بس هلقضي امك ما قابلت اي لا تشوف بس السيكونس لانه اكيد ما رح تقبل لانه بالنظرة هو كل شيء ونحنا كل شيء بغض النظر شو كانت المعاملة او شو كانت ال الديناميك بيناتهم او هي كانت البروفايدر او هو ما كانت همه همه انه زوجة حدها وحد ولادها ولادها معا وعم بيشقوا طريقهم وكمان كانت هي البروفايدر عم تقولي ايه طيب بالمدرسة كنت لما كنت بالمدرسة كانت امك تشتغل وكانت تشتغل بالمدرسة لا كانت تشتغل ببيوت تلميذ بعد التلميذ ايه بعد الأسادزة الأسادزة ومش بس بيت الأسادزة حيال لبروتشكت بدون شخصين انا موجود هالقدي السمبل كان هدفة مادة بحث لو نقول اذا تحسنت مديرتنا لان كنا ببيوت مديرتنا احسن لانتنا يطعا بيشتغلو قلت افكرة اده شي كتير بشع بس انه قلت بركب حل محل باية بالبيت يعني هو هلأ مش قادر يشتغل وما عم بيطلع له شغل بركب حل المحله وكون انا واما يد بيده وما عندي مشكل بس از لانج از نحنا عائلة ما كنت عم شوف التفكك لانه خلص بعدنا لهلأ فكرة الطموح القسمة بحياتي انه انه عائلتي تكون هيك مع انه كل واحد صار بمال وكبرنا وكل واحد تجوز وراح بحياته بيتجوز وبحياته بس بحب انا بحب العائلة بالمدرسة طيب يعني كيف كنت تواجهت التلميذ او الاسادزة او شيء اذا ولا مرة نذكر هيدا شيعة فكرة بالمدرسة بالجامعة على كبر المدرسة لانه كلهم بحبوا امه وقليلة تكون بالصورة لانه قليلة نحنا كمان لا كنا نشوفها بكل صراحة كانت كل وقت بالشغل تروح صبح كتير بكير ترجع كتير مأخر يعني كمان ما نوجدت كتير بحياتنا بالفترة اللي كنا فيها كانت تشتغل كل النهار اي بتشتغل بيتان ثلاثة اي من هيدا السبب يلا انا خليني روحها ساعدة هيدا السبب من الاسباب الرئيسية انه عبالي شو كنت فكر انه اذا انا بروح بساعدة بخفف من الوقت اللي هي بتكون برا او انا بقدر كون موجودة مع اكتر لانه انا حدا بدي بدي اهلي يكونوا حدا بحب بعرف قدي بيعطي ثقة وكنت كانوا يعطوني الساتسفاكشن انه يكونوا موجودين يكونوا بجنة ما كان بديهون يكونوا اغنية بديهون حدا انا قلها هلا وقول انه شو بفكر مضبوط انه بديهون يكونوا موجودين مثل حي الله رفيق من رفقاتي بالمدرسة بيخلصوا بيجر اتكار اللي بيخدهم بروح عالبيت بيتغدوا سوا عرفت اي قمج اي هاي دي القمج اللي بحبه انا بحبه ما كتيراش تيها فقاتيها فترة ومن بعد معها بي من بعد ما الوالي تترك قبل قبل لميش فقاتيها قبل قبل لانه اللي بتولد تكره بتولد بعد ووقتا ما تكون متواجد بي بيقوله بعد جفا اي صار فيه بعد مش جسدي صار فيه بعد بعد روحي وبعد اي بطل موجود ارتباط فك الارتباط اي هادي النوع كنت قلن كنت عطول اذا بتشبه شي بقلن بدنا نحنا هيك قلن لأخواتي نحنا هيك كنت عم تجرب بتجمع العائلة حب ساعدت اخواتك الزغار بس غلطت كتير عفكرة لانه شدت كتير وهو كل ما تشد كل ما يبعد اللي قدامك لانه انت الفجن طبعك غير الفجن طبعهم اي واخواتي صغار ويمكن قسيت علهم شوي سيتع اخواتي اي شوي كيف كان بدي يهن يشتغلوا بكير مثلي بس كان بدي يهن يتعلموا يشتغلوا كيف يشتغلوا انا بلشت شغل كتير بكير يعني كان عمري 14 شو كنت عم تشتغلي بمحل زهر وكنت عم تطلبونهم يشتغلوا اي من بعد ما انا فلات وهيك كتير شدات شو السبب يعني اللي يساعدوا اميك بدي يهن يعرفوا انو لا فيه مش ان روز في لون اسود وعبيت يعني انو عمشتغلي بمحل ورد يعني اي و اي وكنت كانو يشتغلوا يساعدوني وبيد وبيدي يهن يعرفوا امت المساري لانو عن جد ما حد هيقنعني بتتعلم ميت شهادة اذا الجريك ما بيكونوا عالارض عم تشتغل شي ما بتعرف شو يعني شغل امت المساري وقدي بتعطيك استقرار نفسي كانوا يفكروني مادية بس ما بيعرفوا هيدا الشي لقلي شو يعني شو سيارتي حقها 2000 دولار بفرقاني معي بس بدي بيت مستقر بدي حس انو اذا بوقع ما بدي مني لمني عندي لانو بعدين هيدا برهنلي انو انا ما يحق شو هيك تخايفي عليهم لا اخواتي كسير اي بديهم تكونوا هن مستقلين لانو ما في وجه بس عدا كان عمره عدا كان عمره اي عندي اختي اصغر مني بسبع سنين وواحدة ثماني سنين كانوا صغار بس كنت عم بعمل لهم براين واش بس يمكن ما كنت شاطرة مثل امه وزكية مثل امه وعدي صغيرة كمان كنت شوف انا لقه دي الطريقة يلا ومش تغلو نعمل هكي بأي عمر بدك يوني يشتغلو انا بلشت عال 14 why not انا اذا بجي بوليد بوليد لا مش 6 سنين انا عم بقلك بلشت عدا الشي يعني انا وقتا صرت 20 سنة يعني بدي يوني يبلش ويفكروا يعني يعلموا تلاميذ بالبيت كنت كنت غير هلا ما افكر هك هلا ما افكر هك يعني اجت لفترة انو حا اخسرهم يعني عم قلك قد ما بتشد يعني تربية بتربية يعتبرني انا اخدت انا انا رسمت نفسي كالأسف كامو باي بالبيت ومينون هن هلا اخواتك عندي اخت بسويد عم تكمل ماستر عملي mechanical engineering وعندي اخت زغطورة عم تعمل graphic design بس انو on off تحكي معهم اي اكيد 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 فهمت انو ما في perfect family ما في شي perfect انا هيك كنبدي انا كنبدي يكون في شي اسمه perfect family لانو بشوف انو نحنا قوية كنت شوف انو نحنا قوية بشوف امي قدرت وانا قدرت اكيد بيقدروا بلشتك كنت تتعارض انت وامك على طريقة التربية يعني كنت توقف ما بتقلي لا عشين كانت عندها ايمان مطلق فيه كمان هي كبرتها برأسي هي جامعة رسمية بس جامعة لبنانية كنت عم بعمل انجليش لتأدب انجليزي والمجتمع تحت مثلنا بس مش مثل مرسوم براسي يعني هو مثل حيالا حدا كان هذا الشي غريب علينا مع فكرة مع انو بترابلوس في منطقة اسمه حوش العبيد تعارشي يعني كله سود في منطقة اسمه حوش العبيد ومسمينا العبيد اسمه حوش العبيد منطقة بامة وباية انت ابا ضاي وقلا اندعس فبالاول ما كانت افهم هيدا الشي بس بعدانا ايه هيك بدك تكون اجراسي في عساسه تعرف بس تعرضتي لحدا مسلا هي يستعمل كلمة سرلنكية بطريقة مش منيحة ايه 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 اكيد يعني قلك انت سرلنكية وكأنها شغلة مش منيحة مع انها هي يعني ما بتفرق انت لبنانية ايه بالجامعة مش لتلميز ما بدي أذكر اكزاكتلي وين بس مش الأسات زي يعني اللي كانوا حوالا الجامعة بالقبل لانه كلها جامعات كان هيدا الشي وقتا يكون في صد من قبله كان اللي بعيروك فيه هو هيدا الشي فكروا انه بيقزيني ابدا 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 ما كان يقزيني هيدا الشي لانه يمكن صراحة معه على بكير يمكن لانه امي خلتني حسه شي طبيعي هو هيدا الشي حلو بس اللي كان ما كانوا يعرفوس اللي كان بيقزيني اكتر هو انه يقولولي اه بايك مجوز ثلاثة ايه كانت انزعج بس ما بين اكيد ما كان يزعجني كلمة انه انت اميك سرلنكية قد ما كانت تزعجني كلمة انه مين فكرة حالك وانه برانساس ما بيق مجوز ثلاثة اوكي هون لانه تفرق انت انه بيق مجوز ثلاثة ما فيها مشكلة يعني مفروض بلا لانه انا كنت مصنف حالي برانساس اه انا مش برانساس بتشتغل 24 على 24 بس بالمنتاليتي بالتصرف في فكرة انه حدا ممكن يعني للأسف يعني ممكن ياخد فكرة انه بيك اه عمل علاقة مع ايه اكيد مع الخادمة سمعتيا ايه مش مقوق وقلت عبن اول شي بيقلي شخص كتير معروف بالبنين كنت عم بقدمه على على وظيفة اه اه ابراجكت اكتر انا مش انه اتوظف قلي اه من وين جبت المثار من اين لكي هذا اه اه ايه انا بالتحديد قلي مازال بيك دهان ومن انفة واميك من سريلانكا وتشتر بالبيوت انت كيف جبت مصاري رح تتعلم اه من وين انا ما بحققلك انه اطلع بالمجتمع ستاب لفوق اذا انا بي وامي ماديا ما بيقدروا شو عم تحكي شو عم تجي تقلي انت عم تحط انت بعد ناقص انت كمان تحطلي تحطلي قادر تقلي انت هون لازم تكون ايشو اكسال انسا لانه كأنه عم يجردوك من احلامك رفت عفكرة كانت فكرتي لهذا الشخص انه اعمل فيه براجكت اسمه اسمه محبي الفشل لانه تعلمت على كبر كل الفشل بتعمله بحياتك بيكون درس لخطوطك الجاية لانه كان لازم تتعلم هاداشي اللي اخطوطك جاي بدك تكون واحد اقوى واقصى فكان بدي اعمله فكان بدي اعمله فايلير سيكر وحبي الفشل من مطرع عندهم اصرار عندهم شي بدهم يبرهنوا للعالم انه بتقدر بدي يبرهنوا لنفسهم انه انا بقدر وانا مش بس هالأنت كان عبالي اللي يسمعوا كل شي بعملوا بالحياة بس ل تارجت اودينس تبعي اللي عبالي وصل لهم الحديث هن كتير سبيسيفك محددين اللي هن بنات وشباب من عمر عشرة لوحدة وعشرين كل شي بعملوا بتمنى يوصلون هيدا الشي انه بليز عملوا ما حدا يقلكون لا ما حدا يقلكون ما فيكن ما حدا يقلكون مستحيل ما حدا يقلي في شي مستحيل ما حدا يقلي في شي مستحيل انا على ارض الواقع هيدا الشي لمستو من عمر 8 سنين لعمري 31 سنة هلأ ما حدا يقلي شي مستحيل لما كان عم بيقلك انه من اينا لكي هذا كان قصده انه انت مش منيحة لا انا كنت اشتغل بكلاب بس هل انه ربطة انه انت بيك واميك لانه انا عالسي فيه تابعولي اللي كان كان مش بيدي بيدي شايف انه انا كنت اشتغل بوان اوف دي كلاب كانت انا وقت بوقف على الباب مع البونسر وفوت على وبيظهروا العالم من على الباب انه يريت مش بكلاب عم بيشتغل شي عم بالكلاب عم بيشتغل باونسر دور مانجر كنت كتير محددة شافني عم بيشتغل بكلاب انه اكيد بهيدا الكلاب اللي كتير معروف هدا كان كلاب عفكرة شفت التاني من عشيه انا كنت اشتغل سابت بنهار ومن عشيه سابت كمان وصور دعايات جمع سابت احد غير جامعتي اللي هني اتنين ميجر كنت عم بدروس بنفس الوقت انه كيف انت بكلاب لك ان بيارك كبير يعني انت عم تتعرضي لعالم يكون عندي شجر دادي بس انت بتتعرضي بتلاقي حالك انه اول شي بنت حلوة غير انه بنت حلوة بتتعرضي للموضوع ما بتشوف بقى حالي هالقد بنت حلوة لانه قد ما بتسمعه بتفقد قيمتها اللي هو شلته انه انا حلوة صاربتي بس لو انت ما بتشوفي هالشي العالم بتشوف فيك بنت حلوة فرح تتعرضي لاشيه معينه انه متل كمان يستسهلوا موضوع بنت حلوة وسامرة للأسف هالتعبير اللي بلبنان ممكن تكون انه يعني اسهل انه بلبنان ان واحد يوصلنا يعني ضغري من حط الصورة للأسف عم بحكي هالكلام النمطية انه هيدا الموضوع اتعرضتي له من الناس انه يقولوا حسيتي ب ديس كومفرت هتا ما قول اكتر من هيك انه من الشباب انه طريقة تعاملهم معيك كنت عم تنقزي من هالناحية ايه ومعك حق مية بالمية بكل شي قلتو نظرت الشباب لقلي غير والأبروتش كيف بدون يتقربوا مني مش متل حيالة بنت طبيعية وبتذكر مرة كنت عم شغل بكافيس واحد نزبونات كافيس بيجي بيقلو لرفيق ايه بيعطيك 1000 دولار اذا بس تكون انتو عم تتعاشر سواء بيجي انا بقعد معكم هيك قال له بالتحديد تخيل انه بس بدو يجي قعد معنا ما عم بيطلب شي بس انه معتبارها فور جرانتد معتبارها شغلي انه بدك تدفع مساري لا تقعد معي انت كون رجال وتاع حكيني بغض النظر بس ليش انا عم تطلع فيها بهادي الطريقة وليش بدك تستعمل المادة لتشترح حدا لتوصل لالي لانه انت مفكر انه انا او لانه ام تشيب واحدة من الاثنين ميا بحس شوي صار عندك ردة فعل قوية شوي صغيرة شخصيتك كتير قوية بس فيها شوي من ال ما بدي اقول الحقد بس فيها يعني فيها قوة بردة فعل يمكن تستعمليها على طول يعني ماسك عم تحطي ماسك ماسك بيقولولي هلأ بلاش نمثل بيقولولي انه تنجح بالتمثيل ايه لانه جنك الحقيقة عم نمثل بيقوله حتى الرغب وحتى ماسك انه انه انت قوية اي عطول بتستعملي ما بق بدي ما بق بدي رفت شيلوه شوفوني على حقيقتي بتقبلوني متل ما انا رواء هيك بتقبلوني كانسان لا بدي عطول بكون انه لا بدي يكون قوية لا بدي انحط مانا بشار يعتلقها بقى عالم سقفة محترمحة لو رواء ما بق بدي يكون هيدا الشخص اللي رطول بحالة دفاع ايه غير انه دفاع انه اه حلوة وقوية واو لا ياخي ما تفوت شوي برحش بنشوف نشوف شي تاني انا لا بق بدي يكون ايام انا حدا كتير قوي عندي اصرار لا يهزم وعندي مش احلم عندي اهداف انا بعرف اهلا عندي ايمان مطلق انه بيتحققوا بس ايه ايه انا قوية بقصص بس درستي لحالك وتعلمتي ورحتي عى اسبانيا وعملتي ميجر باسبانيا عملت اثنين اثنين ميجر ايه عملتو مستورز باسبانيا طيب كيف كيف قدرت تصرفي على حالك بكل نية طيبة طبعا تانيكو كنت اشتغل با اول مرة ع فكرة حدا يسالني عن نصة حيات كيف انا اشتغلت وطلعت مساري كتير بيعني لهيدا شي كتحسوا هيدا شي اكبر شي عملته لو ايمة بحياتي كيت اشتغل با ابروة أصدقائي للمبيعات في السيبر ماركت ومن بعدها دلت معهم سنتين لا سنة وأشتغل بالنهار مع حدا بالليل مع شركة تانية أهلية شركة دخان بتروحها كلبس قبل ما بلش حيلا أشغل يعني كان عمري يمكن شيء 18-19 وعملت أكسيدان وكسرت ظهري وانشلت فترة 6 شهر وقعد ببيت فالشركة يلي أنا كنت أشتغل فيها اللي يوجه لهم خير شخصين أنا لحمك تافي من وراهم بحبوا نقد الدنيا دعموني وعلموني شو يعني حيات توني يوسف وصارة داو واليها شركة أدبرتايزين أنا كنت بعدني عمعمل إنجليش من وراهم فتت بي آر من وراهم درست وديو في جول أم بتقلي سارة بتقلي ميا أنا كنت عادتولي The Beast قد ما كنت بيع كنت خلص بدي بيع كذا كنت شاطر كتير هونيك عرفت إنه عندي كومينيكيشن سكيلز تقلي ما فيك تمشي بدنايك أوفيس بوي وبلشت معهم أوفيس بوي وما بمشي وعلى واكر ووظفوني وما عاش ألف وسبعمائة دولار كان عمري واحدة وعشرين سنة ما حدا بيحلم فيها ما حدا لكن حدا عن جد وبلشت من هونيك يشتغل جمعت واشتغلت وصفرت لحالك بالليل كتشتغل كمان بهذا الكلاب بالنهار معهم ثابت من عشية ثابت وروح تصويرات دعاية لأنه بحب بحب عندي عندي هوس بي قدام الكاميرا بحس كون أصدق من أصدق عين إنسان لنستبع الكاميرا يعني كتاوتت مسلي ممكن إيه بس لا لأنه تطلع فيها بحرف أنه أنت شايفتيني أنت قاريتيني مثل ما أنا عين الإنسان بيلبسك شلي بده هي لنستبع الكاميرا بتشوفك مثل ما أنت وأنا برتاح أنه في عين واحدة على القليلة على الأرض شايفتني مثل ما أنا جمعت مصرياتي تخرجت بي آر قررت سافر لأول مرة بعمل شي لإلي بحياتي كلها أنه أخد قرار أطلع قامل شي لإلي وكان أحلى شي بحياتي شو كان الميجر بإسبانيا؟ عملت علاقات دولية وإدارة عمل دولية لأن أنا كنت عملي بي آر علاقات عامة قلت بدي وسعها وعبالي بحب يكون بحس أنه أنا بنتمي له هيدا الكرة الأرضية كانت عرفت ما في شي مطرح لأنه ما كان يمكن عندي علاقة مع لبنان هيك صالد بعد ما سفرت وجيت عالبنان يمكن عشوها حشم ريحة الأرض وبوصها عرفت عرفت شو يعني بيلانجينج لأنه أمي منا لبنانية وبي ما كان كتير موجود كمان يعرفك شو هني مبادئ انك انت تنتمي له بغض النظر إذا اسمه لبنان ولا اسمه ما بيهم تنتمي لشي تحسه هوم كتير أساسي يعني لا عائلة و هوم تتلقي هويتك فها وقت سفرت حصيت أنه لبنان لبنان بكل شي فيه بشيعته حلاوته بكل شي فيه أنا بعبط هيدا البلد وبحبوه وبفتخر هلأ أنه قبل كنت تقول ايه أنا بنتي سريلانكية أو ما بقول أنا بحس حالي من جوة بنتمي لسريلانكا أكتر هلأ عنده لبنان هو الهوم هو البلد هو البيت تبعيك حبيت التمثيل وفدت بالتمثيل بس بدي أسألك ليش عم ترجع تعيدي القصة ليش بدك تحكي عن قصة بنت السلاكية ما عملت قبل لأجا عيدا عم بعملها لأول مرة تعديها كحياة صارت معيك هلأ عم بتعديها قصدي كتمثيل يعني هي حياتك بعرف ما عملتها بس عم بتعيدي القصة قصة حياتك شو في شي يعني بديك تخبري للعالم عبالي قلن عبالي قول لهول العالم انه سباشيلي هلأ مع السوشيال ميديا مع المظاهر مع المساري الكتيري مع الـ عبالي قلنن انه حيات أبسط من هيك بتبلش من لا شيء بدي إرادة بدي إصرار و بدي أمل لو ما في حدا حدك في أنت حد حالك لأنه عن جد بالحقيقة ما في حدا بيقب حدك لو مين ما كان؟ مش الأهل؟ ولا ممكن عندك ولاد؟ عندي ولدي ولا ممكن تقدر شي نهار توصل وتعرف عن جد هيدا الولد شو عم بيفكر و شو حلمه قده كبير و بغض النظر أي كلمة بتطلع منك يمكن تهد أكبر حلم فكر فيه بحياته بدي قلن بتقدروا لو عبالي قلن انه من لا شيء انت تستطيع ان تصنع شيء من لا شيء ما عندك لا connection ولا عالم ولا وسائط ولا مصاري دو أنا بقلن بقلن روحوا على الأرض وعملوا واسألوا لأنه اللي بيسأل ما بيديعه واللي عنده إرادة وإصرار بيوصل عبالة قامل هيد القصة لقلن انه فيه وجع والوجع كتير حلو بالحياة لأنه اذا تجي الشعور الحلو بتعرفوا قيمته والأحلى انك كنت عم بتعمله محاوط بأشخاص آمنوا فيك وأكتر الإيمان هو موجود منك آمنوا لأنك أنت مقاون بيجي لعندك أنا ببراجيكت أو بحايلة فكرة بيقلك حكمت أنا مقامنة بهيد الشيء بتقولي يامية لا ما بتنعمل وشا بيجي لعندك دين مرة وبتالك مرة وربع مرة أنا حنعك بس ليه بتك تعمل هالإفقر بس هيدا بدي يكون من جوا بدي أقلهم انتوا تقدروا تصنعوا كل شي بتحلموا فيه بيصير حقيقة عبالة أحكي من الفقر من التعتير من الحلاوة من عائلة مفككة مش مفككة من جنسيات مختلفة معاً كل الكرة الأرضية آمن بنفسك قبل ما يطلعوا هول آمن انسى هول العالم انت وقد تععد بينك وتغمد تغمد عنك تعود بينك بين حالك قول ما في شي مستحيل كيف بقدر أعمله عمول 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 دفارك بينك وبين حالك لو كانت مهزوز من جوا ما عندك انت أصلاً إيمان بنفسك كون رفيق حالك كون انت تآمن بحالك كون رفيق حالك كون البست فريند طبع نفسك واقف قدام المريه واعتبروا شخص ثاني لو بتبكي لو بتضعف بس عنكون عندك إصرار انك انا هيدا الهدف بلش من قصص كثير صغيري اللي هو انه عبالة طول شعري او عبالة طلع دفتر سويقة او عبالة اخد شهادة بهيدا الشي اعمله انا نطرت أربع سنين لقدر فوت جامعة خاصة نطرت جامعة مصاري لقدر روح اتعلم أربع سنين ما قلي عين تخرجت بي اي انا عمري سبب وعشرين سنة رفقاتي عمري 12 لا بدي اقول هيدا القصة لهاقلكم يلا يلا بكل بكل كنت عم سوق سيارة هم تعلم السويقة مام ورا وحدة ابن عم ولا بي هم تعلم بيتاز وعن بتقطر سيارة هم بتقطر سيارة وخلص فقتر امل انا خلص ما بعرف انا حمارة سويقة نو ماني شاطرة خلص ما رح سوق دي قطع ظلم ختيار عكورنيش شكا بيوقف هيك على شباكة تار شو بيقلي بيقلي قوي قلبك بس بيجي بحط ايده عكتفي بيقلي قوي قلبك تعرف شو عطاني ولعلي نار من جوه انه انا بقدر فانا عبالة من هاد القصه اقول انه او قلبكن او قلبكن روحوا وعملوا عندكن believe او قلبك ما بدي اقول لك ولا confidence ولا self confidence لا ما بدي استعمل بدي اقول لكم او قلبكن واسترجوا استرجوا لانه الجبان بالحياة ما بيعمل شي بدوا يقوي حالوا روحوا او قلبكن وعملوا لانه صعبة إذا أنت من جوا ما فيك تقوح حالك بس حطوا إيدكن هون عن جد حطوا إيدكن هون وقولوا أنا بدي أقوى قلبي وبدأ أعمل بالحياة لأنه ما بترحم حياة ما بترحم والعالم ما بترحم بعد أكتر نهاية حبيبتي كل الأشخاص بيجون الديوف بوصل لمرحلة معهم عن جد أنه بفتخر بكل شخص بستضيفه بأثر فيه قصته كفاحه قصته الحقيقية يعني أول مرة بحس أنا قدي مبسوط وقديش محظوظ أنه بستضيف عالم بتعلم منه بدي لك thank you so much بس قبل ما اختم بدي أعرف منك شو عم تعملي خلينا نحكي شي هيك حلو شوفي خبريني عن التمثيل خبريني عن اللي رح اللي عم توصل لك شو عم تعملي بدوباي لأمتى باقي شو في عروض هيك عم تعملي عمتى فينا نشوفك على التيفي قريبا في كتير أهم بلان عندي هو أنه هلا أنا وزوجة عم لكتب بنت السرلنكية وهيدا يمكن البروجي اللي حتى قلبي فيه مع أنه أنا ما عم بقدر أكون معه هو هلا بلبنان وحاطت عن جد قلبه وعقله بهذا البروجيكت مع أنه عنده بروجيكت سنيين بس أنا عارف أدي هذا البروجيكت أنا عزيز علي عندي بنت السرلنكية عم نكتبه في عندي فتنشل أنا بتمنى أنه سباح شركة سباح تاخده لأنا أنا بحبهم تيروا بحترمهم أدى الدنيا أراد اشتغلت معهم وشغلهم سليس وهيك بتحس حالك ساتسفايد في كذا عرض لرمضان إن شاء الله يعني أنا لازم أنزل آخر الشهر وبكون أخدي قراري وين لازم كون بغض النظر شو البروجيكت سيأخد شي بيتحديني شي بيفرجيني بيفرجيني شي جديد من المنحة التمثيلة و هلأ بدو باي لأنه عندي كذا تصوير وكذا تصوير مع براندز وعم بشتغل على هيدا شي و هلأ ما عبدي أعمل خطات كبيرة مثل ما قلت لك خليهم صغار صغار وفاعلين وانتجية لأنه الكلام كتير والوعود بتاخدك بالوهم محل ما بدك وبتحلم أنه أنت بأحلى مطارح بس الشي الحقيقي هو يلي بيكون على الأرض الواقع موجود وعم تشتغله وعم بلشت فيه فإن شاء الله آخر الشهر بنزل على لبنان وإن شاء الله في رمضان نكون على الشاشة الكبيرة شكرا لك شكرا لك بسطت كتير فيك وبتمنى كل البنات ياخدوا شجاعتك وقوتك وطموحك والنصايح اللي عطيتيا شكرا لك شكرا لك باي باي شكرا